اشتركوا في القناة إذ أود أن أشارككم أمرا مختلفا نصا من أجمل ما قرأت في عشق الفريد شكلا ومضمونا مبنا ومعنى لأن صاحبته تعبر بصدق ومن سويداء القلب عن مدى حبها لابن السويداء الموسيقى فريد الأطرش ومنذ طفولتها إنه مقال رائع بكل معاني الكلمة يأسر القارئ يسحره سحر ألحان الفريد وأنغامه وأغانيه إنه مقال جامد بتعبير إخواننا المصريين وما صاحبة هذا النص إلا الأديب المصري المتألق الكاتبة والشاعرة والصحفية مونة حلمي وهي ابنة الكاتبة والمفكرة المصرية الكبيرة والشاهرة الراحلة الدكتورة نوال ساداوي ولا أملك إلا أن أستأذن الدكتورة مونة في مشاركة عشق فريد ما كتبته عنه من مقالات وكذا عن شاخقتها اسمهان ربما لم يكتب لكثير منهم أن يطلعوا عليها وحرموا في اعتقادي أن يحرموا من الاستمتاع بها وقد صدر هذا المقال يوم السابع عشر من أبريل نيسان عام 2015 بجريدة الأهرام المصرية وهنا أفتح قوسين لأذكر الغفلين بأن هذا العام كان سنة دولية للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الموسيقار فريد أطرش بعد أن دعمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم التقفة ليونسكو خلال مجلسها التنفيذي بتاريخ التاسع من سبتمبر أيلول عام 2013 الطلبة التي تقدمت به الجمهورية العربية السورية بهذا الصدد وقد تبنى المجلس التنفيذي للمنظمة الطلبة المقدمة إليه وجعل عام 2015 سنة دولية للاحتفال بالموسيقار فريد الأطرش لاستجابته للإجراءات والمعايير المصادقة عليها من طرفه وكان مما جاء في تعليل الطلب السوري كانت لفريد الأطرش مسيرة موسيقية طويلة ولامعة امتدت لأربعة عقود لحن موسيقى مختلف الأغاني وكان ملحناً ومغنياً وعازفاً محترماً وقيلت تحياته كان فريد الأطرش النجمة واحد وتلاتين فيلماً وسجل حوالي تلاتمائة وخمسين أغنية لحن لمشاهير المطريبين العرب ويعتبر على نحو واسع أحد الأربعة الكبار في الموسيقى المصرية والعربية والهدف من إشراك اليونيسكو في احتفال الدول الأعضاء بدكرة ميلاد الشخصيات الكبيرة من عالم الفكر والآداب والثقافة والفنون هو إعطاء احتفاليات الدول بكبار مبدعيها أبعاداً دولياً وعادة ما يركز على الشخصيات التي ساهمت في الإغناء المشترك للثقافات التي تدعم التفاهم الدولي والتقارب بين الشعوب وقد تم الاحتفال في ذات العام إلى جانب الموسيقى الفريد الأطرش بأيقونة الغناء الفرنسي إيديت بياف والفنان الأمريكي فرانك سينترا وعودة إلى موضوع الحلقة فعندما رفعته على صفحتي بالفيسبوك لأول مرة يوم الواحد والعشرين من أبريل عام 2015 أربعة أيام بعد صدوره قرأه الفريد الكبير أخي وصديقي الأستاذ عبد الرحمن الزيران شفاه الله فكتب الانطباع الآتي أفضل وأجمل وأروع ما قرأت عن موسيقى الأزمان فريد الأطرش لدت قراءة ما بعدها لد متعة تسفر مع الكلمات لا تعادلها متعة تفرد وتميز منان هذه من حلمي من تكون؟ وكيف تأتلها أن تصد إلى هذا المستوى من الجمال والسمو في التعبير عن عشقها الصوفي للفريد؟ مون حلمي حلم من أحلام الزمن الجميل مون حلمي أرتضت الدخول إلى أرض مجهولة المعالم لا خريطة معها ولا دليل كما تقول فكسبت الرهان وجاءت مقاربتها مقالها فريداً رائعة وبعد فلحظة ممتعة أرجوها لكم مع الدكتورة مون حلمي وإلى فريد رسالة من طفلة مجهولة كيف بمحض اختيار الحر أوقعت نفسي في هذا المأزق الحرج كيف وأنا بكامل قوايا العقلية أرتضيت الدخول إلى أرض مجهولة المعالم لا خريطة معي لا دليل لكنني ما ألبط أن أغير قناعتي وبكل ارتياح أحزم حقائبي وأقبل التحدي أليس هذا جزءاً أصيلاً من لدة الكتابة ومتعة الصفر مع الكلمات أتأمل صفحة الزمان مرت السنوات سريعة منذ أن تدفق فريد من قلب الجبل إلى قلب الحياة إلى قلبي يخطئ من يعتقد أنني في ذكره أتذكره حينما نتذكر الشخصاً يعني هذا أنه أصبح فعلاً في طي النسيان فريد رجل عنيد لا يعطيني فرصة لأن أتذكره فهو طوال السنة حاضر في دمي مقيم في وجداني ملتف حول خلايا الداكرة يخطئ أيضاً من يتصور أنني سوف أحكي حكايات عن فريد أو أكشف خبايا من طباعه وسيرته الذاتية أو أسرد حقائق عن مرسيقاه المرموقة هذه ليست مهمتي هناك الكثير المتنوع من المطبوعات والمؤلفات التي شرفت بهذا الدور كلها بالضغط على زر صغير تصبح متاحة للجميع كما أن فريد وهذا جزء من تفرده لا يمكن أن تسجنه صفحات الكتب وشاشات الإنترنت مهمتي أنا مضنية أحاول أن أفك الشفارات التي تربطني بفريد منذ طفولتي أحاول أن أكتشف لماذا إذا فات يوم دون أن أستمع إليه يكون حقا الخروج من الجنة كيف تضيط موسيقاه كمياء مخي وتنقي دمي وتعدل مزاجي وتريح عنفاسي ولماذا تتأمر ضد عائلة الأطرش فتأتي أسماهان أخت فريد فتنهي ما بدأه الأخ وتكمل على بقيتي بالشجن الذي يبكيني فيصمت أنبل البكاء في طفولتي في طفولتي كنت أعيش مع أمي في بيت بلجيزة شارع موراد الدور الخامس شقا رقم 18 وفي الدور الثالث شقا رقم 12 تعيش ثلاثة من خالاتي قبل زواجهن سهام وسلوى وسناء تعودت أن أقضي أوقات كثيرة معهن كانت سهام تحب تومة سلوى تحب عبدالوها أما سناء فكانت تعشق فريد إلى حد الجنود أما سناء فكانت تعشق فريد إلى حد الجنود ويبدو أنني كنت مهيئة بالفطرة لفريد بالتحديد ولأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر أصبح فريد منحوثا في ذاكرتي محفورا في وجداني مثل كل البشر كان لخالة سناء بعض العيوب والأخطاء لكنني أغفرها لها جميعا ولا أذكر لها إلا أنها أول من أخذ بيدي إلى مدينة فريد أخبرتني خالة سناء أن أمي كانت تشبه سامي جمال وهي في المدرسة التانوية ومن مطالعة للصور القديمة تأكد لي كلامها وهذا جعلني أحب أمي أكثر وأحب سامي جمال أكثر وكانت سامية المرأة الوحيدة التي أراها الفاتنة بين كل النساء فهي في حياة فريد حب ستناء وعشق لا يتكرر كانت سامية ترقص موسيقى فريد لا ترقص عليها والفارق كبير لا يصنعه إلا حب نادر لا تحسه إلا مرأة هي الأخرى بالضرورة فريدة في إحدى الليالي في إحدى الليالي كنت أشاهد مع خالة سناء فيلم رسالة من المرأة مجهولة أخبرتني أنه سافر إلى بيروت ليقدم بعض الحفلات راودتني فكرة أن أرسل له رسالة من طفلة مجهولة لم أخبر خالتي ونزلت من البيت ومشيت إلى بيته بالجيزة المطل على النيل تحت عتبة الباب تركت رسالتي أنا بحبك أوي أوي وكمان تنت سناء مونة ثماني سنوات لا أدري أهي مصادفة أن سوريا أعطتني أجمل رجولين في حياتي نزار الواحد والعشرون مارس الف وتسعمائة وتلاتة وعشرون ثلاث أبريل الف وتسعمائة وتمانية وتسع في الشعر وفريد الواحد والعشرون أبريل الف وتسعمائة وعشرة السادس والعشرون ديسمبر الف وتسعمائة واربعة وسبعون في الموسيقى والغناء الأول ينتهي في أبريل شهر مولدي والثاني يبدأ منه الاثنان يرحلان عن الدنيا بسبب قلب منهك والاثنان يموتان بعيدا عن الوطن نزار في لندن وفريد في بيروت وهل هي جرد مصادفة أيضا أن رقمي المفضل ثلاثة عشر هو فارق العمر بين فريد ونزار ونحن الثلاثة ننتمي إلى برج الحمل الواحد والعشرون مارس الواحد والعشرون أبريل نزار يبدأه وفريد ينهيه وأنا بينهما وسامي جمال أبت أن لا ترحل إلا في ديسمبر الشهر الذي رحل فيه فريد ربما يندهج البعض من حسابي للأرقام بهذا الشكل أنا فعلا منذ أن بدأت الوعي بالأشياء وأنا أهتم بتتبع الأرقام جيدا أحسبها بدقة وأحفظها في الذاكرة وأنشغل بتأملها وكشف أسرارها والتوصل إلى دلالاتها المستترة والعلاقات الخفية بينها وأنا أشارك الفيلسوفة في تاكورد خمس مائة وتمانون خمسمائة قبل الميلاد رأيه بأن الأرقام والموسيقى عنصران أصيلان في تكويني وتشكيل الكون المتناغم كم تمنيت أن تلتقي كلمات نزار بصوت فريد وموسيقى لكن كلا من نزار وفريد متمردان لا يستجيبان للأمنيات ودائما يبحران بعيدا عما تشتهي السفن حين سافرت إلى لندن للحصول على الماجستير لم أضع في حقيبتي إلا أغنياتي وموسيقى فريد وأعتقد أن هذا هو سبب نجاحي بتفوق ارتباط المبفكر بفريد جعل للغناء والموسيقى تأثير السحر في نفسي كانت صفحة التابتة في مجلة روز اليوسف لمدة ثماني سنوات من الفين وثلاثة حتى الفين وإحدى عشر بعنوان غناء القلم وحين أتأمل حياتي أجد أن كل رجل جذبت إليه كان على علاقة أصيلة بالغناء والموسيقى بأشكال ودرجات مختلفة أشعر أن موسيقى فريد جزء من كياني امتد خارجي وحين أستمع إليه أستعيد اكتمالي وأعوذ إلى جذوري لست أستطيع الكلام عن الموسيقى والغناء دون التطرق إلى ذلك الرجل الاستثنائي غريب المزاج نادر التواضع فيلسوف الموسيقى الذي اسمه القصبجي الخامس عشر أبريل الف وتمانمائة واثنان وتسعون السادس والعشرون مارس الف وتسعمائة وستة وستة مع القصبجي أتألم في ذروة الانتشاء مع فريد أن تشيء إلى حد الألم مع القصبجي تتعفرة دقات قلبي مع فريد تهدأ دقات قلبي مع القصبجي أسافر مع فريد أعود مع القصبجي أنسى من أنا مع فريد أعرف من أنا أنا التي لا تنام إلا على وسادة السكون وإيقاعات الصمت يأتيني النوم سلسا حنونا ناعما إذ يغني فريد تصبح على خير يا حبيبي أنت من الدنيا نصيبي يتأقلق فريد يتألق فريد في جميع أعماله لكنه يصل إلى الذروة في الأغنيات التي تقطر ألم وكأن رسالته هي مواساة القلوب الحزينة ومداوات آهات الألم من هذه الأغنيات أذكر مثلا حكاية غرامي نجوم الليل وحية عينيكي عذاب عذاب القلبي والحب حبي سألني الليل يا حبيبي طلغيابك حبيب عمري أنا كنت فكرك ملك عدت يا يوم مولدي يا ظهرة في خيالي لحنا الخلود بنادي عليك ودعتي حبك إياك من حبي لو تسمعني لآخر مرة لا وعينيك يا حبيبة روحي في دبيئيه الأنين عش أنت إني مت بعدك في أغنية الحياة حلوة بس نفهمها يملح هنا فريد كلمة السر التي تفتح لنا مغارة السعادة أن نفهم الحياة هو الطريق الوحيد للبهجة والحب وإسعاد الآخرين والانتصار على الهموم قلمة يؤبر الاسم عن صاحبه لكن اسم فريد يتناغم تماما مع شخصية فريد كان فريدا في موهبته فريدا في وحدته وفريدا في أحزانه وفريدا في كرامه وفريدا في رهافة مشاعره وفريدا في عزفه عن العود وفريدا في عزوفه عن الملدات الزائلة وفريدا في إهمال صحته وفريدا في علاقته بالنساء وفريدا في إشقه للبحر وفريدا في ملله السريع من الأشياء هل هذه صدفة أخرى مع فريد؟ هل هذه صدفة أخرى مع فريد أنه الوحيد الذي يغني للسابحات الفاتنات؟ فأنا سباحة الماهرة وأمارس السباحة يوميا لمدة ساعتين صيفا وخريفا وشتاء وربيعا كلما منحت جسمي للماء يأتيني صوت فريد في لحن يتموجك الماء ليس له متير يا فرحة المية بالحسن والخفة لقل العيون دية سلمتنا الدفة لم أسمع من قبل لم أسمع من قبل تعبيرا يصف الماء بأنه فرحان والشيء بالشيء يذكر اسم فارد التلاتي فريد فهد فرحان لا أعرف إلى أي مدى نجحت في مهمة المضنية فقط أعرف أن فريد مهما حاولت سيظل سرا يقدم لي العزاء والسلوى شاركني فريد في كل ما مضى من عمري وهو الوحيد الذي أأت منه على الباقي من عمري هو بدون شك بدون تردد وبكل زهو حكاية العمر كله يقولنا إن فريد أضرب عن الزواج لأنه يقدس حريته ويؤمن أن الفنان يجب أن يعيش لفنه وجمهوره فقط أبتسم وأتركهم أحرارا فيما يعتقدون فأنا على قناعة تامة لا تقبل الشك أو المناقشة أن فريد كان ينتظر تلك الطفلة المجهولة التي تركت له رسالة تحت عتبة الباب إلى حين أن تكبر حين نستمع إلى صوت وموسيقى فريد في ذكراه فإننا لا نكرمه بل نكرم أنفسنا ولسنا نكافئه بل نكافئ أنفسنا كل الشكر لك دكتور مونة كل الشكر لك دكتور مونة ورحم الله حبيب العمر المسيقر كبير الراحل فريد أطرش وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر